السلام عليكم معاكم أخوكم إليحسين من قناة آيتونز Q8 اليوم رح نتكلم عن جهاز الآيفون 10R رح نفتح العلبة ونشوف شون تحتوي عليها هذه العلبة ورح نتكلم عن مواصفات الجهاز مثل ما انتم عارفين هذه هي الأشياء اللي تحتوي عليها العلبة كالعادة أبل هذه هي الأغراض اللي تحطها داخل العلبة خلنتكلم الحين عن مواصفات الجهاز عندنا شاشة 6.1 إنش IPS LCD والأسبكت ريشيو 19.5 على 9 طبعا هذا مقاس حجم الشاشة وطبعا ما فيها خاصية الـ 3D Touch لكن فيها خاصية الـ Haptic Engine مجرد ما تضغط ضغطة مطولة على أي خيار رح يعطيك الخيارات اللي تعطيك إياها الـ 3D Touch وغير شذي عندك التطبيقات ما تقدر انك انت تضغط عليها ضغطة مطولة لأن إذا تضغط ضغطة مطولة رح يمسح لك أو يعطيك خيار مسح التطبيقات والشاشة تدعم حساسية اللمس لسرعة 120 هرتز وما فيها خاصية الـ HDR للأسف إن الشاشة ما تدعم خاصية الـ HDR لأنها LCD IPS لكن أداء الشاشة جدا ممتاز أنا أشوف الشاشة ما رح تفرق معاك وايد بينها وبين الآيفون 10S والـ 10S Max نتكلم الحين عن المعالج عندنا معالج A12 بيونيك 7 نانومتر سداسي النواة المعالج جدا ممتاز وأداء المعالج جدا سريع وعندنا أيضا معالج رسومات أبل جي بيو رباعي النواة أيضا هذا يحسن من أداء الجهاز ويعطيك سرعة في أداء الجهاز نتكلم الحين عن ذاكرة التخزين عندنا ثلاث فئات من سعة التخزين عندنا الـ 64 جيجا بايت والـ 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 3 جيجا رام نتكلم الحين عن الكاميرا عندنا كاميرا خلفية وحدة بعدسة تعريض نفس العدسة أو نفس الكاميرا اللي موجودة على الآيفون 10S بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 1.8 مع خاصية تصوير البورتري طبعا تصوير البورتري لأنها كاميرا وحدة لازم تكون أشخاص وجه ما تقدر تصور جسم أو تقدر تصور منتج أو أي شيء لازم يكون في وجه بالصورة على أساس تقدر تصور بخاصية البورتري وأيضا عندنا خاصية التعديل على الصورة بعد ما تلتقط الصورة تقدر أنك أنت تعدل بفتحة العدسة بحيث أنك تتحكم بعزل الصورة نتكلم الحين عن الكاميرا الأمامية عندنا كاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 أيضا فيها خاصية تصوير البورتري مع خاصية الفيس اي دي لفتح قفل الجهاز نتكلم الحين عن تصوير الفيديو طبعا تصوير الفيديو تصوير جبار عندنا تصوير فيديو بدقة 4K 60 إطار في الثانية وعندنا Full HD 1080 240 إطار في الثانية مع تسجيل صوت استيريو تحسين كبير في أداء تسجيل الصوت وأيضا في تصوير الفيديو الحين أنا مصور لكم لقطة أو مجموعة لقطات فيديو تقدرون أنكم أنت تشوفونها وتحكمون بنفسكم على هذه الكاميرا ترجمة نانسي قنقر هذه كانت لقطات فيديو أخذتها من الكاميرا الخلفية عندنا الحين البطارية بطارية بقوة 2942 ميلي أمبير مع خاصية الشحن السريع وطبعا الشاحن السريع مو موجود بالعلبة لازم أنك أنت تشتري برا أو تشتري كأكسسوار إضافي مع خاصية الشحن الويرلس تقدر أنك أنت تحط الجهاز على الشحن الويرلس ورح يشحن معاك الجهاز عن طريق الشاحن الويرلس وأيضا الجهاز مقاوم للماء والأتربة بشهادة IP67 لعمق 1 متر ولمدة 30 دقيقة فقط والجهاز يدعم شريحتين اتصال وحدة نانو سيم والشريحة الثانية إيسم طبعا إحنا شرحنا الإيسم شنو إيهيه تقدرون تشوفون الفيديو رح يطلع لكم شريط أبيض فوق أضغط عليه ورح تشوف شرح مفصل عن الإيسم وأيضا الجهاز يدعم نظام الصوت الستيريو بسمعتين وحدة فيها على الجهاز وحدة في أسفل الجهاز نتكلم الحين عن ألوان الجهاز طبعا الجهاز متوفر ب 6 ألوان اللون الأزرق واللون الأصفر والأحمر والمرجاني واللون الأسود واللون الأبيض وأيضا الجهاز يمتاز بالسعر سعره أقل من الآيفون 10S والآيفون 10S Max عندنا الـ 64 جيجا بايت سعره 749 دولار الـ 128 جيجا بايت بـ 799 دولار والـ 256 جيجا بايت بـ 899 دولار هذه هي كانت مواصفات الجهاز الحين نتكلم عن الأشياء اللي عجبتني والأشياء اللي ما عجبتني في هذا الجهاز بالنسبة لي الجهاز جدا ممتاز ما شفت للأمانة في عيب يعني ممكن يكون العيب الوحيد اللي فيه ممكن أنك أنت تشوف أنه سعره وائد غالي لكن مقارنة حق الفئة مالتا أو فئة هالجهاز هذا أنا أشوف سعره جدا ممتاز والأشياء اللي عجبتني في الجهاز عجبني أداء البطارية وعجبني أيضا أداء الشاشة كونها LCD أداءها جدا ممتاز وواضحة ما في فرق كبير بينها وبين الآيفون 10S والـ 10S Max وأيضا أداء الجهاز في الألعاب أداء الجهاز في التصوير جدا ممتاز ما حسيت بفرق ولا حسيت أنه ناقصني شيء في هذا الجهاز هذا هو كل شيء عن الآيفون 10R هذا هو شرح اليوم أتمنى أن الجميع يستفاد من هذا الشرح إذا أعجبكم هذا الشرح سأولي لايك وشير وسبسكرايب ولا تنسى تفعل خاصية الجرس علشان توصلك تنبيهات بالفيديوهات الجديدة نختم الفيديو بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أخوكم علي حسين فم الله